السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلامي الأعزاء مرحبا بكم معي في هذه الحصة الجديدة التي سنخصصها لمكوّن الإملاء الأسماء الموصولة التي اللذاني واللتاني إذن نبدأ بقراءة الجمل سعد الفلاح الذي تعب وفرحت الزوجة التي كدت بالمحصول الوافري سعد الفلاحان اللذاني تعب وفرحت الزوجتان اللتاني كدت بالمحصول الوافري إذن شنو كاللحظوا في هذه الجمل كاللحظوا عندنا كلمات مكتوبة باللون الأخضر إذن هذه الكلمات تسمى بالأسماء الموصولة الذي التي اللذاني اللتاني إذن الذي للمذكر المفرد والتي للمؤنة المفرد اللذاني للمذكر المتنى كنشوفوا هنا الفلاحان اللذاني والزوجتان اللتاني واللتاني فهو اسم موصول للمثنى المؤنة إذن لاحظوا للمرة الألاحظ إذن شنو كاللحظوا من خلال القراءة دينا الجمل بأن هذه أسماء موصولة الذي التي اللذاني اللتاني إذن أكتشف أنتبهوا عندما أكتب الأسماء الموصولة إذن شنو كاللحظوا في هذه الأسماء الموصولة شنو والاختلاف لكين عندنا هنا الذي والتي كيفاش كتابة دينا كنت تكتب بلام واحدة اللذي الل إذن كنكتبو لم واحدة شوفوا معي هنا المتنى اللذاني واللتاني عندها لامين شنو كنديرو اللام الأولى واللام الثانية عاد كنديرو تاني شنو كاللحظوا لك أنتبه عندما أكتبو الأسماء الموصولة إذن دي المفرد اللذي والتي تكتبو بلام واحدة والأسماء الموصولة دي المتنى اللذاني واللتاني تكتبو بلامين إذن ندوى الاختلاف لكين نمرو الأطبق أكمل الجمل بما يأتي اللذي والتي اللذاني واللتاني إذن هنا باش عاد نعرفنا شنو غاد ندير غاد نشوف الاسم الذي جاء قبل الاسم الموصول ذيك الاسم إذا كان مفرد غاد ندير اللذي كان مؤنت غاد ندير اللتي يعني مؤنت المفرد كان في المتنى المذكر عن دير اللذاني كان في المتنى المؤنت عن دير اللذاني إذن هنا نمت الشتائل التي غرست إذن الشتائل اسم يعني أجد ندير اللذاني يعني في المؤنت نمت الشتائل اللتي إذن هنعد نكتبها التي 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 نمت الشتائل التي غرست صاح الديكان كدير الديكان فهو اسم مذكر متنى إذن غنديرو اللذاني صاح الديكان اللذاني في الخم إذن اللذاني صاح الديكان اللذاني في الخم أثمرت الشجرتاني إذن الشجرتاني متنى مؤنت إذن شلو غدين ديل الاسم الموصول هو اللتاني ديل المتنى المؤنت إذن اللتاني أثمرت الشجرتاني اللتاني ارتوت ماء فر الثعلب الذي فاجأه الكلب إذن هنا الثعلب اسم مذكر مفرد إذن نديرو الاسم موصول الذي فر الثعلب الذي فاجأه الكلب إذن الذي نمر السؤال الموالي أضع مكان النقط إما أل يعني بلا مواحدة ولا أل بلا مين إذا دخل الفلاح إلى ضيعته التي إذن التي سنكتبها قلنا بلا مواحدة التي تؤوي حيواناته آنسته أصواتها ففي الحضيرة الثوراني اللداني إذن المتنى المتنى يكتب بلا مين اللذاني إذن الثوراني اللداني يخوراني والشاتاني أيضا المتنى المؤنت اللتاني تكتب بلا مين والشاتاني اللتاني تثغواني وفي الزريبة الحصان الذي يسهل إذن الذي بلا مواحدة والحمار الذي إذن الحمار مفرد الذي تكتب بلا مواحدة والحمار الذي ينهق وفي الخم الدجاجات التي التي بلا مواحدة تقوق والديك الذي يصيح الديك الديك يعني نكتبها بلا مواحدة والحمام الذي يهدل إذن الذي بلا مواحدة وفي الباب الكلبان اللذاني يحرصاني الجميع إذن اللذاني مثنى إذن تكتب بلا مين اللذاني يحرصاني الجميع إذن نعود نقرأ النص بتأني إذا دخل الفلاح إلى ضيعته التي تؤوي حيواناته آنسته أصواتها ففي الحضيرة الثوران اللذاني أخوراني والشاتان اللذاني تثغواني وفي الزريبة الحصان الذي يسهل والحمار الذي ينهق وفي الخم الدجاجات التي تقوق والدي الذي يصيح والحمام الذي يهدل وفي الباب الكلبان اللذاني يحرصاني الجميع إذن هذا هو الدرس دي اليوم شفنا فيه الأسماء الموصولة الذي التي اللذاني اللذاني إذن قلنا الذي تستعمل بعد الإسم المذكر المفرد التي بعد الإسم المؤنة المفرد اللذاني بعد الإسم المثنى المذكر وبالنسبة اللذاني فتكتب وراء الإسم أو تأتي بعض تأتي بعض الإسم الذي يكون مثن مؤنس وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة